بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله ما اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المولف رحمه الله تعالى مسألة للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافة للاشعرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة بالحديث عن صيغة العموم وذلك أن اللفظة تدل على العموم بأحد أربعة طرق إما أن تدل عليه بطريق اللغة وهذا هو المبحث الذي يتناوله المصنف عندما يتحدث عن هل للعموم صيغة أم لا والطريق الثاني أن يتدل على العموم بطريق الشرع والثالث أن يكون عن طريق الاستنباط مثل التعليق على العلة ونحو ذلك والرابع أن يكون عن طريق العرف إذا جرى عرف بعموم بعض الكلام الذي يتكلم به بعض الناس إذن حديث المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إنما هو عن طريق اللغة التي يستدل بها على عموم اللفظ يقول الشيخ أولا وللعموم صيغة عند الأئمة الأربعة يعني أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد رحمة الله على الجميل وقوله عند الأئمة الأربعة أي عند أتباعهم فإن أتباع الأئمة الأربعة كلهم في ظاهر مذهبهم يقولون بذلك وإن خالف بعض المنتسبين كما سيأتي بعد قليل وقد تقدم معنا في التعبير عن هل الأمر صيغة هل هذا التعبير دقيق أم لا وخلاف لابن عقيل في هذه المسألة يقول الشيخ خلافا للأشعرية وذلك أن الأشاعرة يرون أن الله عز وجل ليس متكلما حقيقة وإنما القرآن الموجود هذا إنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل فلا يرون أن هذا القرآن هو كلام الله حقيقة وبناءً على ذلك فيقولون إنه ليست له صيغة لأن عندهم الكلام كله بمعنى واحد فليس للأمر صيغة ولا للعموم صيغة والأمر مثل الخبر وإنما العبرة بالمعاني النفسية وهذا القول الذي قال به الأشاعرة الفقه يقولون بضده وإن انتسبوا لمذهب الأشعر وهذا يدلنا على أن لواز مذهب الأشعر في هذه المسألة وغيرها قد تكون غير مقبولة في الفقه ولذا فإن كثيرا من المنظرين لمذهب الأشاعرة كالجوين عمل بخلاف ذلك ورجح وجزم بأن العموم صيغة وقول المصنف خلافا للأشعرية ليسوا هم وحدهم من قال بذلك بل قد وافقهم جماعة فقد نقل بمفلح أن المرجئة يقولون بذلك وكذلك أيضا نقل الشيخ ابو محمد التميمي في رسالته في الأصول عن بعض أصحاب الإمام أحمد أنهم يقولون بذلك أيضا ولا أدري من يقصد بهم ونحن نعلم أن التميميين كانوا أصحابا لأبي بكر الباقلاني فلا أدري من يقصد ربما من جالس أبا بكر وتأثر بكلامه أو أيده على قوله فنسب هذا القول لبعض أصحاب الإمام أحمد فهي حقيقة في العموم مجاز في الخصوص وقيل عكسه وقيل مشتركه وقيل بالوقف في الأخبار للأمر والنهي نعم بدأ يتكلام مصنف رحمه الله تعالى في الصيغ التي توضع للعموم ما الذي تكون له يقول الشيخ فهي حقيقة في العموم صيغ العموم ثلاثة أنواع إما أن تكون صيغة عموم بقيت على عمومها فهي حقيقة والحالة الثانية أن تأتي صيغة عموم ثم يدخلها التخصيص وهذه سيذكر المصنف إن شاء الله في نهاية درسنا اليوم أنها حقيقة كذلك النوع الثالث صيغة العموم التي أريد بها الخصوص وهذه هي التي يقصدها المصنف في قوله مجاز في الخصوص إذن فقول المصنف هي حقيقة أي الصيغة التي جاء بها للعموم حقيقة في العموم أي إذا استعملت في عموم الألفاظ مجاز في الخصوص أي مجاز إذا كانت الصيغة أريد بها الخصوص وأما الصيغة إذا دخلها التخصيص فإنها تبقى حقيقة وهناك فرق وسيأتينا إن شاء الله الدرس الذي القادم أو الذي بعده ما الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص وقد نقل بدر الدين الزركشي في البحر المحيط أربعة أوجه في التفريق بينهم نقل وجهين عن الماوردي ونقل وجهين عن بعض متأخر الحنابلة من هذه الفروقات وهو الذي سأذكره والباقي سيأتينا إن شاء الله مفصلا أن العام الذي أريد به الخصوص يكون تكون إرادة المتكلم للخصوص سابقة على التلفظ به وأما العام الذي دخله الخصوص أو المخصوص بنفس المعنى فهو الذي يكون إرادة الخصوص متراخية عن التلفظ طبعا نتكلم يعني على سبيل الجملة إذن لكي يرتفع الإشكال يجب أن نعلم أن قول المصنف مجاز في الخصوص مراده ما أريد به الخصوص لا ما دخله التخصيص قال وقيل عكسه معنى قوله عكسه أي أنه يكون حقيقة في الخصوص مجاز في العموم وسبب هذا القول أن العموم محتمل للتخصيص فلذلك يكون مجازا وأما الخصوص فهو الذي أريد به اللفظ وهذا اختيار الآمد ثم قال الشيخ وقيل مشتركة أي أنها مشتركة بين الحقيقة والمجاز نعم مشتركة بين الحقيقة والمجاز وبناء عليه فإن اللفظ يكون مشتركا أو مشتركا بين العموم والخصوص نعم اللفظ يكون مشترك بين العموم والخصوص وهو قول الأشاعرة نعم وقيل بالوقف في الأخبار للأمر والنهي نعم هذا قول آخر الأشاعرة وقد نسبه لهم أبو الخطاب فقال بالوقف أي بالتوقف في الأخبار أي في الصيغ التي فيها عموم في الأخبار لا في الأمر والنهي فإننا نعمل بالعموم فيكون حقيقة فيه لأن الأمر والنهي يترتب عليه التكاليف وأما الأخبار فإنه لا يترتب عليها التكاليف ومما يتعلق بالأخبار أخبار ما يكون يوم القيامة والأخبار التي عما مضى من الزمان الأول فمن الأخبار التي تكون في يوم القيامة ما يحكم به الله عز وجل من دخول الكافرين النار ودخول المؤمنين الجنة وهذه من صيغ العموم وهؤلاء من الأشاعرة يقول نتوقف في الأخبار فقد يكون ليس حقيقة نعم والوقف إما على معنى لا ندري وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز نعم بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن قولي الأشاعر المتقدم الأول حينما قالوا إنه مشترك بين الحقيقة بين العموم والخصوص فيكون حيث كان مشتركا فإنه يستلزم التوقف أو يقال بالتوقف في الأخبار دون الأوامر والنواهي بدأ يشرح ما معنى التوقف على القولين السابقين معا فبدأ أولا بالتوجيه الأول لبعض الأشاعرة فقالوا إن الوقف معناه عندهم لا ندري ومعنى لا ندري أي لا ندري هل المراد به العموم أم يراد به الخصوص فحينئذ لا ندري ما المراد به بالكلية والرأي الثاني هو الذي عبر عن المصنف بقوله وإما نعلم أنه وضع أي أن بعضا من الأشاعرة توقفوا فقالوا نعلم أنه قد وضع اللفظ إما للعموم أو للخصوص ولكننا لا ندري بمعنى نجهل هل هو حقيقة في العموم أم مجاز فيه وهل هو حقيقة في الخصوص أم مجاز فيه كذلك وهذا معنى قوله وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز وكلا القولين مفرع على قول الأشاعرة بالتوقف والاشتراك إما في عموم النصوص والألفاظ أو في الأخبار دون الأوامر والنواهي نعم ومدلوله كلية أي محكم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعدما أنهى الحديث عن تعريف العام وما يتعلق بالتعريف وما يتعلق بالإثبات لوجود الصيغة وعدمها بدأ يتكلم عن دلالة العام على أجزائه وجزئياته فقال الشيخ ومدلوله كلية أتى المصنف بثلاث مصطلحات أتى بالكلية ثم جاء بالكل وبالكل وهذه المصطلحات الثلاث هي مصطلحات كلامية ترد كثيرا في علم المنطق ولذلك قد يكون أغلب الانشغال في حديثنا بعد قليل في بيان معنى هذه المصطلحات الثلاث وإن كان المصنف قد عرف أولها وهو الكلية ومن أكثر من فصل في مدلول العام على أجزائه وجزئياته القرافي في كتابه الكبير العقد المنظوم الذي تحدث فيه عن الخصوص والعموم فقد أفرد هذه الجزئية التي ذكرها المصنف على سبيل الإجمال بمبحث طويل جدا نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومدلوله كلية أي ومدلول العموم كلية ثم شرع ما معنى الكلية فقال أي محكوم فيه على كل فرد فالكلية عند أهل الفن المراد به أن يحكم باللفظ فيكون معناه موجودا في كل فرد من أفراد ذلك اللفظ وهذا معنى الكلية وبناء عليه فالكلية هي عبارة عن الحكم على كل فرد على سبيل الانفراد من أفراد المادة التي تلفظ بها بحيث أنه لا يبقى فرد إلا ويصدق عليه هذا المعنى وهذا معنى قولهم إنه كلية والكلية يقابلها الجزئية كما أن الكل يقابله الجزئ والكل يقابله الجزء نعم وقوله مطابقة المطابقة هذه يجب أن تنتبه لها أنها في الحقيقة صفة للدلالة وليست صفة للحكم إذ الجملة تنتهي عند قوله محكوم فيه على كل فرد فقوله محكوم فيه على كل فرد هذا معنى الكلية انتهى وقوله مطابقة صفة لمدلوله ولذلك لا بد من رفعها فتقول مطابقة مدلوله كلية مطابقة مدلوله كلية مطابقة ومعنى كونه مطابقة أي ما الذي يوجد فيه يكون مطابقا للآخر وقوله إثباتا وسلبا أي سواء كانت الجملة مثبتة للمعنى أو سالبة له فالمثبتة للمعنى كثير في العموم منها قول الله عز وجل والله يحب المحسنين فإنه يثبت فيه معنا على كل فرد على سبيل الانفراد فكل من أحسن فإن الله يحب فعله ذك فالله عز وجل يحب فعل الإحسان وهذا هو الإثبات وأما السلب فمثل قول الله عز وجل والله لا يحب المفسدين فإن الله عز وجل سلب المحبة عن فعل المفسدين والله عز وجل لا يحب هذا الفعل ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى لا كلي ولا كل الكلي يخالف الكلية لأن الكلية كما سبق هو عبارة عن إثبات المعنى في كل فرد فرد من الأجساء وأما الكل فهو المعنى الذي يشترك في مفهومه إثنان فأكثر فيكون لفظ يندرج في معناه وفي مفهومه شخصان فأكثر إلى ما لا يتناهى ومثلوا لذلك بقولهم الإنسان فإن الإنسان يصدق أي هذه اللفظة تصدق على كثير من الأشخاص سواء كان زيدا أو عمرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا وعد من شئت تحتهم ومثله الحيوان فإن الحيوان دلأ فإن دلالة الحيوان على الإنسان وعلى الفرس وغيرها هي من دلالة الكل لا من دلالة الكلية ويقابل طبعا الكلي هو الجزئي وهو الفرد المعين مثل زيد وعمر فهو جزئي وأما الكلي فهو الإنسان أو الحيوان قول مصنف ولا كل الكل قالوا هو الحكم الذي يثبت على المجموع دون انفراد كل واحد ويمثلون للكل دائما بأسماء الأعداد فعندما يقولون يحمل العشرة أو يحمل عشرة الطاولة فمعنى أن مجموع العشرة هم الذين يقومون بهذا الفعل لا أن كل واحد منهم على انفراد وإذا كسم يكل فلا بد من اجتماع الكل لتحقيق هذا المعنى الذي صيغ لأجله ويقابل الكل الجزء أيضاً والجزء هو أحد أفراد ذلك الكل فأحد العشرة يسمى جزءاً وأما الكل فمجموع العشرة وأحدهم لا يثبت فيه المعنى لا من باب الاشتراك ولا من باب الدلالة عليه بالمعنى الكلية وعلى العموم فإن هذا الكلام الذي أورده المصنف مشهور في كتب الأصول وقلت لكم أن القراف عليه رحمة الله أطال عليه طال كبير جداً جداً في عشرات الصفحات أورد هذا المبحث وجعل له كلاماً طويلاً وثمرته إنما هي في التصور في تصور مدلول اللفظ العام على أجزائه ودلالته على أصل المعنى قطعية وقاله الشافعي نعم بدأ المصنف بعد ذلك في الحديث عن دلالة العام المجرد عن القراءن فتكلم قبل على المدلول وأنه كلية بدأ يتكلم على دلالة العام إذا كان العام مجرداً عن القراءن فهل يدل على العموم على سبيل القطع أو على سبيل الظن وهذه مسألة مختلفة عن المسألة السابقة طبعاً نتكلم حيث لم يدخله التخصيص وأما إن دخله التخصيص فسيأتينا إن شاء الله في الخلاف بين أهل العلم هل يدل على القطع أم على العموم بعد ذلك دلالته على أو دلالة العام الذي لم يدخله التخصيص له دلالتان أوردهما المصنف الأولى دلالته على أصل المعنى والثانية دلالته على كل فرد من أفراده وقد أورد المصنف الدلالتين معاً نبدأ بالأولى الدلالة الأولى هي دلالة اللفظ العام الذي لم يدخله التخصيص وبقي مجرد طبعاً عن القرائن على أصل المعنى ما معنى كونه على أصل المعنى أي المعنى الذي تشترك فيه كل الأفراد المندرجة تحت العام فيكون المعنى المشترك بينها وهو المعنى المتواطئ بين الأجزاء فحينئذ ما هي دلالته عليه قال دلالته على أصل المعنى قطعية عندما نقول كل الحضور طلبة علم فهذه من صياغ العموم فقد أثبتنا لكل حاضر أن يكون طالب علم طلب العلم هذا له معنى مشترك وهذا المعنى مشترك من باب الأدب هو ما ذكره من باب الأدب يعني ما ينقله أهل الأدب أقصد ما ينقله الأدب هو ما قاله المأمون لما قال لرجل أنت طالب علم قال لا قال إنما الناس اثنان طالب علم أو قانع بجهل فعندما نقول كل الحضور طالب علم أي ليس فيهم شخص قانع بجهل وهو المعنى المشترك وإنما كل منهم ريدوا الزيادة في العلم والرغبة في اكتساب الجديد هذا هو المعنى المشترك لكن قد يكون بعضهم أعلى من بعض وأفهم من بعض وأوسع إدراكا من بعض وأكثر محفوظا أكثر محفوظا من بعض إذن هذا معنى قوله دلالته على أصل المعنى كما تقدم أي المعنى الذي اشتركت فيه الأفراد قطعية معنى قوله قطعية بمعنى أنه لا شك في وجودها وهذه الدلالة القطعية حكى جماعة من أهل العلم أنه لا نزاع فيها أي لا نزاع في أنها دلالة قطعية قال المصنف وقاله الشافعي يعني عيبة هذه الجملة وهي قوله وقاله الشافعي أتى بها المصنف تبعا لعبارة صاحب جمع الجوامع وعيبعت عليه هذه الجملة وهي قوله وقاله الشافعي لأن هذه المسألة مسألة لا نزاع فيها ولا خلف فكيف تحكي فكيف تنسبه لأحد الأئمة وهو الشافعي مع أن هذه المسألة متفق عليها ولذا فإن الأصوب ألا يقال وقاله الشافعي لأنها يعني متفق عليها ولا يكون فيها غرض وفائدة منها وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر نعم هذه هي الدلالة الثانية من دلائل العام وهي الدلالة اللفظ العام على كل فرد من أفراده على سبيل الإنفراد وهذه الدلالة في الحقيقة هي التي لها خصوصية بالعام ولذلك هي التي يقولون إنها دلالة كلية ودلالة اللفظ العام على كل فرد من أفراده على سبيل الخصوصية والانفراد فيها قولا القول الأول ما ذكره المصنف أنها دلالة ظنية والقول الثاني أنها دلالة قطعية وهذا مفهوم من قول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر ثم ما حكاه بعد ذلك نبدأ بالقول الأول وهو قوله إنها دلالة ظنية بمعنى أنها ليست دلالة قطعية وقول المصنف عند الأكثر جزم بأنه قول أكثر أهل العلم كثير من أهل العلم منهم الطوفي والمرداوي وبالمفلح ونقل المؤلف في القواعد الأصولية أنه قول أكثر أصحاب الإمام أحمد وينبني على قولهم إنها دلالة ظنية أن بعضهم بالغ مبالغة شديدة فقال ما من عموم إلا وقد دخله التخصيص والحقيقة أن هذا الكلام الذي قالوه في غاية الخطأ وقد أطال ابن قيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة وقبله الشيخ تقي الدين في إنكار هذا القول بل إن كثيرا من العمومات في كتاب الله عز وجل خصوصا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي باقية على عمومها وأنها لم يدخلها التخصيص ولذلك فإن هذا يعتبر من المداخل التي دخل بها كثير من أهل الأهواء في تأويل كلام الله عز وجل ثم ذكر مصنف القول الثاني نعم وقال ابن عقيل الفخر إسماعيل وحكي رواية عن أحمد ونقل عن الشافعي قطعية نعم قال وقال ابن عقيل يقصد به أبل وفا صاحب الواضح والحقيقة أن قول ابن عقيل ليس صريحا في ذلك صراحة تامة وذلك فإن المؤلف لما أراد أن ينقل قول ابن عقيل في القواعد قال وكلام ابن عقيل في الواضح يدل عليه ثم نقل كلاما وكلام ابن عقيل في الحقيقة هو أقرب إلى أنهم يتساويان لا أنه عفوا أنه ليس يعني قطعيا من كل وجه لكنه فهمه المصنف في القواعد وقوله الفخر إسماعيل مر معنا من مراد به وهو أحد تلاميذ أو شيوخ صاحب المحرر قال أبو حكيا رواية عن أحمد وهذه الصيغة تدل على ضعف هذه الحكاية قال ونقله الأنباري عن الشافعي والأنباري هو صاحب شرح البرهان المطبوع باسم التحقيق والبيان في شرح البرهان طبع في أربع مجلدات وتعبير المصنف إن الأنباري نقله عن الشافعي يدل على أنه انفرد بذلك إذ أكثر الشافعية ينقلون مذهب الشافعي كالقول الأول وإنما الأنباري نقله عن الشافعي وأنتم تعلمون أن الأنباري مالكي المذهب لكنه يعني شرح البرهان للجويني قال إن هذا القول الثاني أنها قطعية أي دلالة اللفظ العام على كل فرد بخصوصه دلالة قطعية ونسب ذلك أيضا هذا القول لكثير من الحنفية ولذلك فإن الحنفية يرون أن تخصيص العام يحتاج إلى دليل في قوته هذه المسألة قبل أن ننتقل المسألة بعدها ما الذي ينبني عليها من ثمرة بنى إبن رجب رحمه الله تعالى على هذه المسألة مسألة الحكم بنسخ الخاص بالعام إذا كان العام متأخرا فهل يصح ذلك أم لا فقال إن الذين يقولون إن الدلالة القطعية إن الدلالة العام قطعية فيجعلونه ناسخا وإلا فلا وليس لازما حقيقة كلامه ولكن هكذا ذكر بن رجب رحمه الله تعالى وذكر طبعا أن الصحيح مذهب أحمد وغيره أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم نعم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاء عند الأكثر نعم هذه المسألة من المسائل التي طال فيها البحث والنظر حتى ذكر بن دقيق العيد أن أهل عصره أغرم بالبحث فيها وكثيرا ما نجد في كتب الفقه هذه القاعدة وهو قولهم إن عموم الأشخاص يستلزم أو يقتضي عموم الأحوال والأزمنة والأمكينة أو البقاء نأخذ معنى هذه القاعدة ثم نذكر بعض المسائل المتعلقة بها معنى هذه القاعدة أنه إذا جاءنا عموم لأشخاص فهل يلزم من عموم الأشخاص أن يكون الحكم ثابتا في عموم الأحوال في كل حال وفي كل زمان وفي كل بقعة أي في كل مكان أم لا والكلام في هذه القاعدة إنما محله إذا لم توجد قرينة تدل على العموم أو عدمه وأما إذا وجدت القرينة فإنه يعمل بها وأضرب مثالا للقرينة التي تدل على العموم لنفهم بها جاء حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط فهذا الحديث عام في نهي النس الرجال والنساء والصغار والكبر وإذاك قال إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة فهذا العموم للأشخاص هل يلزم منه عموم الأحوال أي في كل حال في بنيان وعدمه وهل يلزم منه عموم الأزمنة في الليل والنهار وهل يلزم منه عموم البقاع أي سواء كان قريبا من مكة أو بعيدا عنها وهكذا هذا معنى هذا العموم هل هو لازم أم لا بعض الناس يرى أن أبا أيوب الأنصار رضي الله عنه عندما أخذ هذا الحديث فهم عموم الأحوال من هذا الحديث لأنه لما ذهب إلى فارس وفتحها الله عز وجل على المسلمين وجدوا مراحيض وهذه المراحيض بينها وبين القبلة جدر ومع ذلك قال ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل فبعضهم قال إن أبا أيوب فهم من عموم الأشخاص عموم الأحوال والأمكنة وبعضهم قال وبعضهم قال بل إن فهم أبي أيوب خارج عن محل النساء ممن ذكر ذلك ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام وهو الإعلام فذكر أن هذا خارج عن الخلف لأن لفظ الحديث الذي رواه أبو أيوب إذا أتيتم الغائط والغائط له دلالة لغوية وهو مكان قضاء الحاجة فحينئذ لما كان مكانا لقضاء الحاجة وعرف بالألف واللام دل على عموم الأمكنة أي إذا أتيتم وأنتم عموم الأشخاص لعموم الأمكنة فلا تستقبلوها فيكون استدلال بعموم آخر فيكون في الحديث عموما وبذلك يخرج الخلاف في هذه المسألة طيب يقول الشيخ عموم الأشخاص يستلزم معنى قوله يستلزم أي أنه يدل من باب دلالة اللازم وليس من باب دلالة المطابقة لأن اللفظ إنما دل على عموم الأشخاص ولم يدل على عموم الأحوال قال عموم الأحوال والأزمنة والبقاع الأزمنة والبقاع يمكن أن تدخل في عموم الأحوال لأنها داخل في عموم الأحوال ولذلك فإن بعضهم يقتصر على الاكتفاء بقوله عموم الأحوال والبقاع هي الأمكنة وقول المصنف عند الأكثر ممن نص على هذا من فقهاء مذهب الإمام أحمد القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وشهر في كتب المتأخرين التعليل به فممن علل به صاحب المبدع البرهان بن مفلح والبهوتي والبهوتي كما تعلمون كثيرا ما يتبع البرهان بن مفلح في المبدع وقد ذكر ذلك في المقدمة وأن أغلب اعتماده في الأدلة وفي التعليلات أخذها من المبدع والمبدع كثيرا ما يستفيد من الممتع لابن المنجة بل أن هذا القول ذكر المؤلف في القواعد أنه هو المعروف عند أكثر العلماء كما عبر هنا القول الثاني تفضل خلافة للقرافي وبالعباس وغيرهما نعم قال المصنف خلافة للقرافي القرافي رحمه الله تعالى شهر عنه الإناية بهذه المسألة وقد ذكرها في أكثر من كتاب فذكر في كتابه العقد المنظوم وذكرها في شرح التنقيح وذكر في أكثر من موضع في الفروق لذلك يقول العراقي في شرح جمع الجوامع يقول إن القرافي قد شغف بهذه المسألة شغف بها من كثرة إراده لها ولعل الذي يقصده ابن دقيق العيد بأن أهل العصر يعني كثر عنايتهم بهذه المسألة لعله يقصد القرافي لأن القرافي كان يكرر الخلافة في هذه المسألة ما الذي يقوله القرافي ومن معه؟ القرافي والشيخ تقييد وغيرهم وسأذكر من قال به أيضا يقولون إن عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكينة والأزمنة وإنما يستلزم أو يقتضي الإطلاق فقط فرق بين الإطلاق وبين العموم فالعموم إذن يدل على أن الحكم ثابت في كل زمان ومكان وأما الإطلاق فإنه لم يقيده بشيء فلو وجد عموم الأشخاص في بعض الأزمنة والأمكينة لكذا فهو ليس مثبتا للعموم ولا نافيا له وإنما دل على الإطلاق وهذا الذي جزم به القرافي ومنهم وأيضا الشيخ تقييدين في أكثر من موضع من كتبه فنص عليه في المسودة وذكره أيضا في مجموع الفتاوى وهذا عند الشيخ يبني على قاعدته أن عموم أو الإطلاق في الأشخاص أعفوا أن العموم في الأشخاص إنما هو من لوازمه الإطلاق في الأزمنة والأمكينة وعنده دائما أن لوازم أضعف من الملزوم وهذه القاعدة دائما يكررها الشيخ ويعمل بها قال الشيخ وغيرهما أي وغير القرافي والشيخ تقييدين وهو أبو العباس بن تيمية وممن قال به من الحنابلة ابن قاضي الجبل كما نقله عنه صاحب التحبير والطوفي وقد رجح الطوفي هذا القول في كتابه شرح الأربعين ولم يذكرها في شرح مختصر الروضة ومن قال به أيضا من غير الحنابلة الأصفهاني شارح المحصول ما الذي ينبني على هذه المسألة حقيقة ينبني عليها عدد من المسائل فعلى سبيل المثال مما خرج على هذه المسألة مسألة أو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ذكر بالرجب أن الذي يسمع المؤذن وهو في الصلاة هل يجيب المؤذن أم لا ذكر أن فيها وجهين وأنهما مبنيان على هذه القاعدة هل العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال أم لا مما ينبني على هذه أيضا وهذه الخلاف فيها أوضح لأن المخالفين فيها هما القرافي وأبو العباس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له فقوله من اسم وصول بمعنى الذي وهو يفيد العموم في الأشخاص فكل من أحيى أرضا ميتة فهو له فيدلع العموم فمن أحيى أرضا سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى فإنه يثبت له الملك بعد ذلك وهذا المذهب عموم الأشخاص ثابت لكن عموم الأحوال ما هي عموم الأحوال فيما إذا منع الإمام من التملك بالإحياء فهل يعتبر أم لا ظاهروا كلام المتأخرين أنه لا يعتبر إذن الإمام لتصريحهم به وبناء عليه فلو منع فإنه يملك واختار القرافي في كتابه الإعلام في تمييز الفتوى عن الأحكام وابن القيم في زاد المعاد وغالبا ابن القيم لا يخرج عن اختيار شيخه أنه إذا منع ولي الأمر من إحياء المواد صح صح منعه فلا يملك حينئذ إلا بإذنه كما هو العمل عليه الآن في بلاد المسلمين لأن عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال وقد منع عثمان رضي الله عنه من الصيد في النقيع وحماها لأجل إبل الصدقة فهذا من باب تقييد المباح فمثله أيضا المنع من تملك أحياء الموات وهكذا أيضا هناك هذه المسألة يعني تستطيع أن تخرج عليها فروعا كثيرة جدا متعلقة بهذه نعم نسألة صياغ العموم عند القائدين بها هي أسماء الشروط نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة بذكر صياغ العموم وصياغ العموم متعددة جدا وقد ألفت كتب قديمة وحديثة في تعديد صياغ العموم وبعضهم ذكرها على سبيل إجمال فوصلها عددا أقل من العشرة ثم تحت كل نوع منها أجزاء ومنهم من فرعها على سبيل التفصيل فجاوزت المئات فالتفريع إنما هو في الصور وإن كان يمكن إجمالها لثلاث أو خمس وبعضهم سبع أقسام على اختلاف طريقة المقسمين بدأ المصنف قوله صياغ العموم عند القائدين بها وهم الأم الأربعة كما تقدم معنا قال هي أولا بدأ بأولها وهو أسماء الشروط وأسماء الشروط سيأتي التمثيل لها بعد قليل في بعض الأمثلة فكل ما كان من باب الشرط مثل يعني من وما سيأتي بعد التمثيل بعد قليل نعم والاستفهام نعم قال والاستفهام كذلك وهذه أيضا ذكرها أغلب الأصوليين من فقهاي أحمد ولم يذكروا فيها خلافا وسيأتي الأمثلة نعم كمن في من يعقل قال كمن في من يعقل هذا المثال من في من يعقل يصح أن يكون لأسماء الشرط ويصح أن يكون الاستفهام فلو أردنا أن نمثل به للشروط فيمثل له بقول الله عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله فهذا تعليق على اسم شرط وبناء عليه فإن كل من عفى وأصلح فإنه سيؤتيه الله عز وجل الأجر العظيم في الدنيا والآخرة كذلك المثال ذكرت لكم قبل قليل من أحيى أرضا ميتة فهي له وهذا جواب الشرط فكل من أحيى أرضا لعموم الأشخاص يدخل فيه الكافر كما هو من شو مذهب أحمد فإن الكافر إذا أحيى أرضا ملكها ويدخل فيه الرجل والمرأة ويدخل فيه الكبير والصغير وغير ذلك التمثيل لها لاستفهام أيضا وارد فلو أن امرأة مثلا قال من يأتني بكذا فله كذا أو قال لنسائه من فعلت كذا فهي طالق فهذا يدل على العموم لمن يفعل هذا الفعل وما فيما لا يعقل نعم قال وما فيما لا يعقل يعني أن لفظة إنما ترد لما لا يعقل وهذا أغلب يعني علماء اللغة وعلماء الأصول على هذا الأمر وهو التفريق بين ما ومن في المستعمل له وفي الواضح عن آخرين ما لهما في الخبر والاستفهام نعم قوله هو في الواضح أي الواضح لابن عقيم عن آخرين لأنه هكذا عبر صاحب الواضح فقال وقال آخرون بل هي لما يعقل وما لا يعقل أي أن ما تستعمل لما يعقل وما لا يعقل ولم يسمهم وهذا معنى قوله وفي الواضح عن آخرين أي عن آخرين من بعض علماء اللغة ما أي كلمة ما لهما أي لما يعقل ولما لا يعقل في الخبر والاستفهام أي سواء أتي بها في الخبر مثل الشرط أو أتي بها في الاستفهام طبعا يسمى خبرا ويسمى شرطا يسمى جزاء فكل هذه الأمور الثلاثة معناها واحد والاستفهام مثل ما ذكرت لك قبل قليل نعم وأين أين أيضا تأتي أيضا للجزاء وهو الخبر وتأتي أيضا في الاستفهام كذلك وهي ترد للعاقل ولغير العاقل نعم وحيث للمكان وحيث أيضا للمكان فإنها تأتي أيضا وهي وأين لنكلمة للمكان أيضا ترد للأمرين تعود لأين وحيث ومتى للزمان قال ومتى للزمان أيضا هذه من صياغ العموم سواء كانت استفهاما أو خبرا ولكنها في عموم الزمان وأين للكل قال وأين بالتنوين للكل معنى قوله للكل أي للزمان والمكان معا أيضا ولما يعقل ولما لا يعقل وتعم من وأين المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعودا يقول الشيخ وتعم بدأ يفصل في مسألة العموم قال وتعم من أي صيغة من بفتح الميم وسكون النون وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما أي أن الضمير يكون عاما فتقتضي عموم الضمير فاعلا كان أي فاعلا كان الضمير أو مفعولا مثال أن يكون الضمير فاعلا في من إذا قال الرجل لزوجاته من خرجت من كن فهي طالق فقوله خرجت الضمير هنا فاعل فيعم الضمير فهنا يكون فاعلا ويكون مفعولا إذا قال الرجل لزوجاته من أقمتها فهي طالق فهنا الضمير مفعول به فيعم كذلك وهذا معنى قوله المضاف إلى الشخص ضميرها فاعلا كان أو مفعولا أي عم الضمير سواء كان الضمير فاعلا أو مفعولا مثال أي أيضا لو أن رجلا قال لزوجه أي وقت قمت فأنت طالق أو نقول أي تكن نقول أي تكن قامت فهي طالق هذا الضمير يكون فاعلا وإذا أردنا نجعله مفعولا أي كن أقمتها فهي طالق والموصولات نعم قوله والموصولات هي الأسماء الموصولة والتعبير بكونها اسما أصوب لأن ما ليس اسما فإنه لا يدل على العموم والأسماء الموصولة متعددة مثل الذي والتي واللذاني واللذاني واللتاني ومن وغير ذلك والأسماء الموصولة ذكر بعض المتأخرين أنه وإن كان اتفاق في الجملة على كونها من صياغ العموم إلا أن ابن حمدان وقبله الشيخ الموفق فالروضة لم يذكر الأسماء الموصولة وعدم ذكرهم لها لا يدل على نفيها مثلتها كثيرة في الكتاب والسنة ولا يأسنا من المحيض فكل من يأست من المحيض فإنها تعتد ثلاثة شهور نعم والجمع المعرفة تعريف جنس وقيل لا تعم وقيل لا تعم مطلقا قال القاضي وغيره والتعريف هذا من الصياغ العموم الجموع المعرفة قوله الجموع أي كل صيغة جمع سواء كانت صيغة مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير وقوله المعرفة التعريف يشمص صورتين التعريف بأل والتعريف بالإضافة كذلك فكلاهما داخل في هذا المعنى وقوله تعريف جنس لأن التعريف بأل أحيانا يكون تعريف عهد فلو أن رجلا قال المسلمين أو قال الطلاب لكن يكون المثال أقرب نقول لو قال الطلاب وفي ذهنه طلاب فصله فهذه العهدية وليست للجنس وإذلك قال تعريف جنس فدخلت عليها الدالة على الجنس ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال القول الأول أنها تعم مطلقا وهذا هو الأصل وهو القول الأول الذي أورده المصنف وهو الذي جزم به أقلب الحنابلة وغيرهم من علماء اللغة تبعوا لعلماء اللغة قال وقيل لا تعم أي أنه لا تدل على العموم وهذا قول لبعض علماء اللغة قال وقيل تعم فقط في بعض النسخ الخطية تعم مطلقا والصواب أن نقول إنها تعم فقط وليست تعم مطلقا ومعنى قوله إنها تعم فقط يعني أن بعضا من علماء اللغة قال إن هذه الصيغة هي التي تعم دون غيرها من الأدوات نعم قال القاضي قال القاضي وغيره والتعريف يصرف الاسم إلى من الإنسان به أعرف فإن كان معهودا فهو به أعرف فينصرف إليه ولا يكون مجازا وإلا انصرف إلى الجنس لأنه به أعرف من أبعاده وقاله أبو الخطاب وقال لو قيل يصير الاسم مجازا بقارنة العهد لجاز وجزم به غيره نعم هذا الكلام الذي أورده المصنف عن القاضي وغيره ويعني بغيره طبعا من ذكرهم بعد ذلك أنه أبو الخطاب وأبو الحسين البصري المعتزري قال والتعريف هذا كلام القاضي وغيره بالمعنى وقد نقله من المسودة قال والتعريف يعني الإضافة بأل ونحوها يصرف الاسم أي المعرف إلى ما الإنسان به أعرف فيكون الإنسان يعرفه فإن كان معهودا له أي فإن كان هذا الاسم معهودا للذي تكلم به معرفا قال فهو به أعرف فينصرف إليه ولا يفيد حينئذ العموم مطلقا قال ولا يكون مجازا وإن لم يفيد العموم فإنه يبقى حقيقة قال وإلا أي وإن لم يكن معهودا وإنما عرفه من غير عهد قال وإلا انصرف إلى الجنس أي أفاد العموم فدل على مطلق الجنس لأنه به أعرف من أبعاضه أي لأن اللفظة يكون أعرف بهذه بالجنس من أبعاضه أي من أجزائه وبناء على ذلك قبل أن ننتقل لكلاما بالخطاب نقول إن الاسم وهو الجمع المعرف بأل له حالتان هذا ملخص كلام القاضي الحالة الأولى أن يكون معهودا للمتكلم فحينئذ نقول إن الهذه عهدية نعرف ذلك بأن يكون المتكلم قد تقدم العهد بمعرفته بهذا المتكلم به وحينئذ تكون دالة على المعهود عند المتكلم وتكون دلالته حقيقية وليست مجازية الحالة الثانية أن لا يتقدم وهي قول مصنع وهي قول القاضي وإلا أن لا يتقدم عهد عند المتكلم ففي هذه الحالة يعود التعريف للجنس والأل التي يعرف بها تكون للجنس فتعم ولا تكون مجازا بل في الحالتين هي حقيقة إذن المعهود وغير المعهود كلاهما حقيقة قال المصنف وقاله أبو الخطاب أي في التمهيد وقال وقوله وقال أي وقال أبو الخطاب لو قيل يصير الاسم مجازا بقارنة العهد لجاز هذا الكلام الذي نقله عن أبو الخطاب إنما هو إيراد على قوله وقول شيخه لأنه بعدما أورد هذا الإيراد رد عليه فقال أبو الخطاب يجاب عنه أي عن هذا الإيراد إن ذلك إنما يكون على قول من جعل العموم المخصوص مجازا وأما من لا يراه مجازا فليس كذلك ثم قال وجزم به غيره وتقدم أن المراد بغيره أبو الحسين البصري نعم والجموع المضافة نعم قال ومن صيغ العموم الجموع المضافة يعني أن يأتي بصيغة جمع فبدلا من أن يعرفه بأل يعرفه بالإضافة كأن يقول غنم فلان فيشمل جميع غنمه أو سيارات فلان أو ملابس فلان ومتاع الزوجة يشمل كل ما تملكه من مال نعم وأسماء التأكيد مثل كل وأجمعين نعم قول المصنف أسماء التأكيد هناك ألفاظ يأتي بها العرب للتأكيد مثلها بكل وأجمعين وغير ذلك والتعبير بالتأكيد ذكر بمنظور في اللسان أن الأصوب أن يقال أسماء التوكيد بالواو يقول إنها أفصح من المد أن يأتها بالتأكيد بل بالتوكيد تكون أفصح وقوله مثل كل يعني سواء جاء بكل في أول الابتداء أو في ابتداء الكلام أو تابعة للمؤكد ابتداء للمؤكد أو تابعة له ابتداء عندما يقول كل من في البيت تابعة من في البيت كلهم وكلاهما تدل على العمو وأجمعين أو أجمعون كلها كذلك نعم وفي القرآن الكثير منها نعم نعم قوله اسم الجنس اسم الجنس هو من أسماء أو من ألفاظ الجمع أو هو يدل على الجمع وليس من ألفاظ الجمع هو يدل على الجمع وليس من ألفاظ الجمع لأنه لو كان من ألفاظ الجمع لكان له واحد منه وليس كذلك اسماء الجنس إذا عرفت تعريفا المعرف تعريف جنس يعني إذا دخل عليها التعريف تعريف جنس لا تعريف عهد مثل النساء اسم جنس تدل على الجمع وليس تسمى جمع لأنه لا يتوجد ليس لها مفردون منها عندنا أيضا الناس نعم وهكذا ويعم عند الأكثر الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق تنكير أو يسبق تنكير يقول مصنف ويعم عند الأكثر المراد بالأكثر أكثر اللغويين والأصوريين مما نص عليه القاضي والبركات ابن القيم وغيرهم ويقابل قول الأكثر قول الجبائي واخترف من الجبائي الذي خالف في هذه المسألة فقيل إنه أبو علي وقيل إنه ابنه أبو هاشم وقيل إنه معن وقد قرر وقد رجح الشيخ تقي الدين أن هذا القول إنما هو قول أبي هاشم وليس قول أبيه أبي علي لأن أبا علي نقل عنه ما يقضي خلاف ذلك إذن عرفنا من المخالف المقابل الأكثر في هذه المسألة قال الاسم المفرد المحلى بالألف واللام الاسم المفرد كالإنسان أو السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة لا يرث القاتل شيئا القاتل وهكذا قال إذا لم يسبقه تنكير إذا لم يسبق تنكير يعني إذا لم يكن قد سبقه تنكير ثم بعد ذلك جئ به محلا بالألف واللام لأن إذا سبقه تنكير فإنه ينصرف إليه نعم والمفرد الملاف يعم كزوجتي وعبدي عند أحمد وأصحابه ومالك تبع لابن عباس خلافة للحنفية والشافعية نعم هذا اللي يسمى المفرد زوجة عبد وهكذا إذا أضيف للشخص أو لغيره كزوجة فلان قال إنه يعم عند أحمد وأصحابه جزم به كثير نسبته لأحمد جزم به كثير منهم أبو محمد الجوزي وغيره قال تبع لابن عباس وذلك أن ابن عباس جاء عنه أنه سئل في من قال إن زوجتي طالق وكان له أربع نسوة فقال ابن عباس رضي الله عنه إن الطلاق يقع على الأربع جميعا فحكم بعموم المفرد المضاف قال الشيخ خلافة للحنفية والشافعية فإنهم خالفوا في هذه المسألة وإن كان كثير من المتأخرين أو يعني المتأخر الشافعية رون أنها تفيد العموم مفاقا للقول الأول نعم والنكرة المنفية تعم وقيل لا عم ما لها إلا من ظاهرة أو مقدرة نعم هذه مسألة النكرة المنفية النكرة تقابل المعرفة وهي المعرفة وتقدم معنا المنفية النفي يشمل أمرين النفي ويشمل أيضا النهي لأنهم يقولون إن النهي صورة مصور النفي إذ النهي طلب نفي الفعل جزما فدل ذلك على أن النهي يدخل في النفي وهذا السبب أن المصنف لم يذكر النكرة في سياق النهي قوله النكرة المنفية معناها أن النكرة في سياق النفي تعم أي تدل على العموم عموم الأشخاص وأما النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تعم عموم أشخاص وإنما تعم عموم أوصافه والإطلاق وهذه المسألة قيل إنه لا خلاف فيها وممن حكى أنه لا خلاف أن النكرة المنفية تعم الشيخ تقي الدين بيد أن المصنف ذكر خلافا فقال وقيل وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نسبه الجراعي لأبي البقاء العكبري ونسبه أيضا لسيبويه وأما كلام أبي البقاء العكبري فليس صريحا وسأذكره بعد قرين عندما نأتي في المثال قال وقيل لا عمو ما فيها إلا مع من أي لا بد أن يأتي قبلها من ظاهرة أي في اللفظ أو مقدرة وسأذكر مثالا بعد قريب بعدما أذكر تحيير هذا القول هذا القول قلت لكم قبل قريب أن الشيخ تقي الدين حكاه اتفاقا وأن هذا القول لم يعده وإنما وجه الشيخ تقي الدين ما نقل عن أبي البقاء العكبري وهو من كبار اللغويين وقد شرح يعني دوانا متنبي وله يعني كتابان أحدهما في إعراب القرآن والآخر في إعراب الحديث النبو وكدهما مطبول وهو من أصحاب أحمد الكبار عليه رحمة الله فقد وجه الشيخ تقي الدين كلام أبي البقاء بأن النكر في سياق النفي تدل على العموم ظنا وأما طبعا إذا لم يكن فيها حرف من وأما إذا كان فيها حرف من فإنها تدل على العموم قطعة إذن فدخول من تدل على قطعية العموم لا أنها تدل عليه بل إنها تدل على القطعية ولعل هذا أظهر من استخدام أهل اللغة وهو الأظهر من كلام أبي البقاء العكبري قوله ظاهرة أو مقدرة المثال فيها هو الذي ذكر أبو البقاء في إعراب القرآن المسمى بإملاء ما من نبيه الرحمن في إعراب القرآن فقد ذكر في أوله عند قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب قال إن ريب مبني قال وعلة بنائه تضمنه معنى من إذ التقدير لا من ريب واحتيج إلى تقدير من شوف عبارته يقول واحتيج إلى تقدير من لتدل لا على نفي الجنس ثم أطال في الكلام في هذه المسألة وكما ذكرت لك يعني ما يدل على يعني التأكيد ولا يدل على نفي العموم إذا حذفت من نعم والنكرة في سياق الشرط عم ذكره أبو البركات وإمام الحرمين وفي المغنما يقتضي خلافه نعم من سياق العم التي أوردها المصنف أن نكر في سياق الشرط بمعنى أنها تأتي في سياق شرط ولها أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل ومنها قول الله عز وجل وسيأتي هذا المثال فإن آنستم منهم رشدة فادفعوا إليهم أموالهم وهكذا قال ذكره أبو البركاتي عن المجد في المسودة وإمام الحرمين الجوين في البرهان وغيرهم وممن ذكرها أيضا ابن القيم وذكر أمثلة بكتاب الله عز وجل الكثير تدل عليه قول المصنف وفي المغني ما يقتضي خلافه أي أن الموفق بن قدامى في المغني ذكر كلاما قد يفهم منه خلاف ذلك وأن النكرة في سياق الشرط لا تعم والكلام الذي يقصده المؤلف هو ما ذكره الموفق في المغني وتبعه عليه بن أبي عمر الشارح في شرحه للمقنع في قول الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فإن هذه الصيغة وهو قوله آنستم رشدا يدل على عموم الرشد فكل رشد يدل على جواز الدفع له دفع المال لمن مجد فيه هذا الرشد لأنها نكرة رشدا نكرة في سياق شرط إن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لكن الموفق رجح قول ابن عباس أن المراد بالرشد الرشد في المال فقط دون ما عده ثم علّل ذلك بهذا النص فقال لأن هذا إثبات في نكرة ومن كان مصلحا لماله فقد وجد منه رشد فعلّله بكونه إثبات في نكرة والحقيقة أن كلام الموفق هو تعليل بكون النكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات كما ذكرت لكم لا تعوم ولعلّه غفل عن كونها في سياق الشرط الذي يجعلها تدل على العموم فاحتاجت إلى توجيه آخر غير هذا التوجيه فتوجيه ليس صريحا في ذلك وإنما تعليله في سياق الإثبات ولم يقل في سياق إثبات شرط لكن يقول إن كلامه صريح وهذا معنى قوله وفي المغنما يقتضي خلافه لأنها محتمل كلام الموفق محتمل بين حمله على هذه المسألة أو على غيرها نعم وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل فيه نظر قاله أبو العباس نعم هذه المسألة سهلة جدا يقول الشيخ إن النكر في سياق الشرط هل تدل عن العموم من طريق اللغة أي بوضعها أم تدل عليه بطريق التعليل أي بطريق الاستنباط وقد ذكرت لكم في أول المسائل أن الطرق لمعرفة عموم الجملة أربعة منها الاستنباط ومنها اللغة ومنها العرف ومنها الشرق فهنا النزاع هي دلالة لغوية أم هي دلالة استنباطية معنى استنباطية أننا جعلنا الشرط معلق به الحكم فحيث وجد الشرط وجد به الحكم فيكون باب التعليل وقوله قالها أبو العباس عن ابن تيمية وقد ذكرها في المسودة أما الجمع المنكر فليس بعام من عند الأكثر نعم يقول الشيخ أما الجمع المنكر صياغ الجمع تقدمت معنا إما أن تكون معرفة وإما أن تكون منكرة ومثال الجمع المنكر إنسان حيوان طعام وهكذا قال فليس بعام من أي لا يدل عن العموم عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم ممن جزم به أبو البقاء العكبري أيضا في التفسير أو في إعرابه وقال إن عليه المحققين من أهل اللغة يقصد وكذلك جزم به كثير من فقهاء الحنابلة نعم وقال وقال الجبائي وبعض الحنفية والشافعية وذكره في التمهيد وجها وابن العقيل والحلوان الرواية أنه عام انتهت نعم قوله وقال الجبائي وبعض الحنفية والشافعية ذكروا ذلك وذكره في التمهيد يعني أبو الخطاب يعني أقصد أبو الخطاب وجها أي وجها عن أصحاب أحمد وعبارة أبو الخطاب ولنا وجه آخر أنه يحمل على الاستغراق وبه قال أبو علي الجبائي وعن الشافعية كالمذهبين وهذا النقل هو الذي أكد به الشيخ تقي الدين أن المرادة بالجبائي هناك إنما هو أبو هاشم لأن هنا إذا كان يرى أن المنكر يعني أبو علي إذا كان أبو علي يرى أن المنكر عام فمن باب أولى المعرف قال وابن عقيل أي وذكره ابن عقيل أيضا رواية عن أحمد لأنه قال وعن أحمد وعندنا إذا قال وعن أحمد فهي رواية والفرق بين الوجه والرواية أن الرواية عن الإمام والوجه من قول أصحابه مما لم ينص عليه الإمام وإن كان كثير من المتقدمين يتساهلون كما قال صاحب الإنصاف المقدمة يتساهلون فيسمون الوجه رواية قال والحلواني رواية أي نقلوها رواية عن أحمد أنه عام أن يدل على العموم نعم وأما سائر فقال القاضي عبد الوهاب ليست العموم إذ معناها بعض الشيء لا جملته نعم هذه مسألة يعني لطيفة جدا ويحتاجها كثير من من يقرأ في كتب الفقه كلمة سائر هذه قبل أن نذكرها هذه عامة أم لا يقولون يعني طبعا هناك فن ألف يسمونه أصلاح غلط الضعفاء من الفقهة أظن ابن بري صاحب الحاشية اسمه كتابه أصلاح غلط الضعفاء أو الضعفاء من الفقهة أنا نسيت كتاب من صغير طبيعة طبعتين ألفت كتب كثيرة في استخدامات الفقهة لألفاظ واستخدامهم ليس بالصحيح من هذه الألفاظ التي عيبت على الفقهة كلمة سائر وذلك أن الفقهة كثيرا ما يستخدمون كلمة سائر بمعنى جميع أو عموم ولكن أغلب اللغويين لا يستخدمون بهذا المعنى وإنما يستخدمونها بمعنى باقي وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هذين المعنيين في كلامه فذكر أولا فقال القاضي عبدالوهاب يعني بالنصر التغلب المالكي الشيخ المعروف ليست للعموم إذ معناها بعض الشيء إلى جملته هذا هو المعنى الأول لنفظ سائر وهذا المعنى بمعنى الباقي الباقي استخدام السائر بمعنى الباقي وهذا الاستعمال هو المشهور في كتب اللغة حتى قال في القاموس السائر هو الباقي للجميع كما توهمه جماعة وذكر الزبيد في شرحه تاج العروس أن جمهور أهل اللغة وأرباب الاشتقاق أنه بمعنى الباقي ولا نزاع بينهم فيه أي بمعنى هذا الاستخدام قال وهو مشتق من السؤر وهو البقية هذا المعنى الأول المعنى الثاني وفي الصحاح وغيرها هي لجملة الشيء فتكون عامة نعم هذا هو الاستعمال الثاني لكلمة سائر وهو المشهور في كتب الفقهي فإنهم كثيرا ما يستخدمون سائر بمعنى جميع جميع الشيء وقد ذكر بعض الحنابل أن هذا كثير أنه موجود كثير في كلام الخرقي وفي كلام موفق في كتبهم الفقهية ذكر ذلك مرداوي وهذا الاستعمال نسبه المصنف للصحاحي وهنا فائدة لغوية وهو أن هذا الكتاب كتاب الجوهري كثير من الإخوان ينطقه بكسر الصاد الصحاح ويقولون أن هذا النطق غير صحيح والصواب أن تقول الصحاح وأحد اللغويين المعاصرين وهو الشيخ محمود الطناحي عليه رحمة الله كان ينقل عن مشايخه الأزهريين أنهم كانوا يقولون لا تكسر الصحاح فيكون باب الطباق الصحاح التي هي صحاح الصحاح الذهب لا تكسرها الكسر الحقيقي والمعنى الثاني المعنوي لا تكسرها بأن تكسر الصادة فتقول الصحاح وإنما الصواب أن تقول الصحاح للجوهري وأظن أني تكلمت مرة في أحد الدروس عناية الفقهة بهذا الكتاب الخصوص وما سببه إذن يقول المصنف وفي الصحاح أي وفي كتاب الصحاح للجوهري وغيرها أي وغيرها من كتب اللغة ومما قال به الجواليقي أي قال بذلك وذكر الزبيدي أنه قد حققه ابن بري في حواشيه وأنه قد أنشد عليها شواهد كثيرة وأدل ظاهرة قال يعني الزبيدي وانتصر له الشيخ النووي في مواضع من مصنفاته وسبقهم إمام العربية أبو علي الفارسي ونقله عنه أو ونقله بعض عن تلميذه ابن جني فهؤلاء قالوا هي لجملة الشيء فتكون عامة إذن فقط هذه فائد لغوية يعني جيدة في اللغة ومعيار العموم الاستثناء نعم قول المصنف ومعيار العموم الاستثناء هذه مسألة مفيدة وهو أنه يستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء منه وذلك أن الاستثناء هو إخراج لما لو لما ما لولاه لوجب دخوله في المستثناء منه وبناء عليه وبناء عليه فحيث دخل على لفظ استثناء فإنه يدل على العموم وهذا عبارة المصنف ومعيار العموم الاستثناء لكن استثناء من هذه القاعدة أمرا الأمر الأول الأعداد فإن الأعداد يدخلها الاستثناء وليست عامة فتقول عشارة إلا اثنين إذن فالأعداد مستثناء وزاد بعضهم أمرا آخر أنه بشرط أن يكون مما لا حصر فيه فما كان محصورا فإنه لا يدخل فيه هذه القاعدة نعم مسألة أبنية الجمع لثلاثة حقيقة عند الأكثر نعم هذه المسألة لعلن نختم بها في مسألة أقل الجمع هذه المسألة لا بد أن نبدأ أولا في بيان محل الخلاف فيها لأن كثيرا من الناس قد يستدلوا على أحد الأقوال في هذه المسألة بما ليس من محل الخلاف أو يستدلوا بهذه المسألة على ما ليس منها كما سيأتي بعد قليل عندما نحدد محل الخلاف نقول إن هذه المسألة يخرج عنها أربع صور شبيهة بها أول صورة أننا نقول إن لفظة جمع أو جمع وهو الجيم والميم والعين لا يدل ليست داخل في الخلاف في هذه المسألة وليست من محل النزاع فكل ما اشتق من هذا الأصب الجيم والميم والعين من باب الإخبار عنه فلا يدلوا فليس داخلا معنا لأنه داخل من باب الاجتماع وهو ضم الشيء إلى الشيء فقد يكونان اثنين وقد يكونان أكثر من ذلك الأمر الثاني أن كل ما كان من باب ضمير المتكلم كنحن وإنا أو كان متصلا كفعلنا وذهبنا فليس داخلا لأنه يدل على المتكلم أو المتكلمين ولا يدخلوا معنا في هذه المسألة الأمر الثالث قالوا كل ما كان في الإنسان منه شيء واحد فيكون جمعه مجازا مثل قول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وإنما في الإنسان قلب واحد فدلالة العرف ودلالة الحال تدل على أنه لا نقول أنه لا بد أن يكون في المرء قلبان أو ثلاثة هو أقل الجم الأمر الرابع وهذه أيضا نبه لها بعض محقق مذهب أحمد ومنهم المؤلف القواعد وهو لفظ الجماعة فكل ما أطلق من لفظ الجماعة هل يكون داخلا في لفظ الجمع أم لا ذكر المؤلف أن فيها خلافا على قولين وهو خارج عن النزاع وأن هذا الخلاف محله في غير الصلاة فإن الصلاة قد ورد فيها حديث إن ثبت حديث عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن اثنين فأكثر جماعة فهنا الجماعة غير الجمع ألفاظ الجمع إذن محل الخلاف هو ما أورده المصنف في أول كلمة فقال أبنية الجمع هذا هو محل الخلاف أبنية الجمع أي صيغ الجمع كل صيغة من صيغ الجمع وهي صيغة كثيرة جدا ومتعددة فقد تكون مذكرا سالما وقد تكون مؤنثا سالما وقد تكون تكسيرا وقد أحصى بعض الباحثين ما أورده سيبوي في كتابه من صيغ الجمع فجاوزت الأربعين صيغة أوردها سيبوي في كتابه المعروف إذن فمحل الخلاف إنما هو في أبنية الجمع فقط ويلحق بأبنية الجمع أمران ضمائر المخاطب وضمائر الغيبة هي الملحقة بأبنية الجمع يقول المصنف رحمة الله تعالى أبنية الجمع أي ومثلها ضمائر الخطاب والغيبة دون ما سبق ما ذكرته لك قبل قليل لثلاثة حقيقة عند الأكثر أي لا بد أن تدل عثاثة وهو أقل الجمع وقوله عند الأكثر أي عند أكثر العلماء جزم به كثير من أهل العلم منهم من أصحاب أحمد القاضي وبالخطاب وبالعقيل في كتبهم الثلاثة بل ذكروا أن أحمد قد نص عليه في رواية حنبل وصالح ثم ذكر القول الثاني فقال وحكي عن المالكية ابن داود بعض الشافعية والنحاه لاثنين حقيقة نعم قوله وحكي عن المالكية الذي في كتاب ابن عقيل وقبلها القاضي والمؤلف بعد ذلك في القواعد ليس مطلق المالكية وإنما عبد الملك بالماجشون فقط والمراد بابن داود أي ابن داود الطائي الظاهري وقوله وبعض الشافعية من هؤلاء الشافعية أبو إسحاق السفرايني والغزالي وغيرهما وقوله والنحاة من النحاة الذين قالوا بهذا القول نفطويه المعروف اللغوي المعروف أو نقول نفطوية بنطق أهل الحديث وعلي بن عيسى النحوي قال الاثنين حقيقة أي أن أقل ما يستق عليه الجمع هو اثنان على الحقيقة فلابد أن يستق على اثنين نعم وعلى الأول هل يصح في الاثنين والواحد مجازا فيها أقوال ثالثها يصح في الاثنين للواحد وعلى القول الأول أنه حقيقة في الثلاثة هل يصح في الاثنين والواحد مجازا أي هل يصح أن يأتي بجمع ويقصد به اثنان أو يؤتى بجمع ويقصد به واحد مجازا قال فيه أقوال الأقوال ثلاثة أطلقها المصنف لأن المصنف قال فيه أقوال ثالثها وهذا من صيغ الإطلاق لكن لو قال فيه أقوال أصحها فهذا من باب الترجيح وتعبيره بثالثها ولم يذكر الأول والثاني لأن العقل يدل عليه فالأول من الأقوال الثلاثة أنه يصح في الواحد والاثنين ويكون مجازا وهذا الذي جزم به بمفلح وغيره والقول الثاني أنه لا يصح في الاثنين والواحد لا يصح أن يطلق الجمع على الاثنين والواحد مطلقا والقول الثالث ما أرده المصنف أنه يصح في الاثنين مجازا ولا يصح في الواحد من أمثلته يعني ورود الجمع ويراد به الاثنين ما جاء في حجب الأم من الثلث إلى السدس فإنه أريد به اثنان نقف عند هذه المسألة نكمل بمشيئة الله عز وجل الدرس القادم أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وضارك على نبينا محمد نعم هذا أخونا يقول ما حكم البيع بالبطاقة الاعتمانية الفيزا هذه البطاقات الاعتمانية بأي اسم لها وهي شركات متعددة نأخذ فكرتها بسرعة ثم أتكلم عن حكمها فكرتها بسرعة هي أن الشخص يشتري بالدين فتقوم الجهة المصدرة للبطاقة بالدين اعطاء دين للشخص الذي يقوم بالشراء بها وكيف يكون ذلك الدين غالبا هذه البطاقة يكون فيها طرفان يصدرانها البنك والشركة الأم ما الذي يقوم به البنك وما الذي يقوم به الشركة يعطونك حسابا مكشوفا معنى مكشوف يعني صفر ولك أن تسحب إلى النقص فيكون بالسالب فتشتري به وتختلف صيغة العقد من شخص إلى آخر ومن بنك إلى آخر فالشركة الاعتمانية تقوم بأمرين تقوم بالضمان للبنك أنك إذا لم تسدد هي تسدد عنك وفي نفس الوقت أن ملاءتها وقوتها وشهرة ضمانها تجعل بطاقاتها مقبولة في العالم جميعا بينما البنك الذي يكون في السعودية قد لا يقبل في مصر والذي في مصر لا يقبل في السودان والذي في السودان لا يقبل في أثيوبيا مثلا ولكن لما كانت شركة كبيرة جدا وجود شعارها وضمانها تجعل القوة لهذه البطاقات المصدرة كيف يستخدمها الناس الناس يستخدمونها بأحد استخدامين فقط لا يوجد غيرهما إما أن يشتروا سلعا إما عن طريق النت وهو الأغلب الآن عند الناس أو عن طريق نقاط البيع تذهب إلى محل تجاري وتشتري سلعا وتحاسب بها أو تكون خدمة مثل تذهب إلى تأجير سيارة أو فندق ويعطيك خدمة في مقابل لهذا الثمن الاستخدام الثاني لها أن الناس يسحبون بها نقد من طريق هذه الصرافات فيعاملها كما لو كانت بطاقة حسابه الجاري فيذهب إلى الصراف ويسحب مئة مع أنه لا يملك المئة أو ربما في هذا البنك ليست عنده مئة وربما عنده مئة في غيرها إذن فالاستخدام نوعان لا يوجد غيرهما إما السحب النقدي وإما الشراء عن طريق نقاط البيع ما الحكم في الاثنين؟ نقول إن كل واحد منهما حكمه مختلف عن الثاني نبدأ بالأول وهو الشراء عن طريق نقاط البيع الشراء عن طريق نقاط البيع نقول يجوز في أحوال دون أحوال وذلك أن العقود تختلف من بنك إلى بنك فالطريقة التي لا تجوز أولا إذا كانت الطريقة التقليدية يسمونها التقليدية الموجودة في أغلب دول العالم بل في كل دول العالم وهو أنك تعقد العقدة مع البنك المصدر أو الشركة المصدرة للبطاقات ثم بعد ذلك يتفق مع أنك تشتري سلعة وتعطى فترة إمهال إن كل شهر بعد الشهر تحسب عليك فائدة تراكمية كل شهر خمسة ثلاثة ثنين حسب ما يكون فيه اتفاق مع البيك هذا التعامل بهذه الطريقة حرام لا يجوز سواء سددت قبل حلول الفائدة أو بعد حلول الفائدة في كل الأمرين حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى آكل الربا وموكله وكاتبه ومجرد شرائك بهذه البطاقة بهذه الطريقة كتابة للربا فلا يجوز الحالة الثانية تفعلها بعض البنوك ويزعمون أنها طريقة شرعية وهي لا تجوز كذلك أنهم يقولون إن تأخرت عن السداد بعد شهر قلبناها عليك تورق مع أنك لم تشتري ولم تبع ولا تدري من المشترى وما كيف بيع وليس لاك رغبة فيه بل ربما تقول لا أريده ومع ذلك يقلبونها لكي تكون الألف التي اشتريت بها بعد شهر ألفا ومئة إذن فما يسمونه بقلبها وهي موجود في بعض البنوك ويدعون أنها صيغة شرعية لا شك أنها محرمة ما المباح نقول المباح في الشراء من نقاط البيع الصور التالية أولا أن تكون البطاقة مسبقة الدفع هناك بطاقات تستخدمها مرة واحدة وتكسرها وهذه ينصحون بها في الشراء من نت لكي لا يكشف رقمك الحالة الثانية أن تكون بطاقة عادية ولكن تغطيها قبل استعمالها تذهب لهذا الحساب المكشوف الذي هو بالصفر فتجعل فيها ألفا ثم تشتري بالألف فالأمر فيها سهل إذن هذه الصيغة الأولى أن تكون ماذا مسبقة الدفع إن صح التعبير الحاقا بمسبقة الدفع حقا الجوالات أخذنا مصطلحهم الحالة الثانية وهذه نادرة لكن قد تفعل مع بعض الأشخاص أن بعض البنوك تعطي بعض الأشخاص بطاقات ائتمانية يقترضون بها من غير احتساب فائدة عليهم يفعلها بعض البنوك لكن لا يفعلونها لجميع الأشخاص يفعلونها لرجل يحب الراتب وبصفة دائمة معايير معينة لبعض الأشخاص لكن إن وجدت وهي موجودة فإنها في هذه الحالة تجوز والذي يظهر أن غير هاتين الصورتين لا يجوز التعامل بنقاط البي طيب بقي عندنا الصورة الثانية الاستعمال الثاني وهو طبعا في صورة ثالثة نعم في صورة ثالثة تجوز نسيتها الآن ذكرتها وهو إذا ما ربط حساب البطاقة الائتمان بحسابه الجاري لكن بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون الربط بحيث يكون السداد قبل حلول الأجل الذي فيه الفائدة الربوية الشرط الثاني أن يكون الربط بالسداد مئة بالمئة لأن البنك يقول كم تريد تسدد خمسين في كل شهر أم مئة بالمئة فتقول مئة بالمئة الشرط الثالث أن تنظر في ملاءتك فأن تعرف مثلا أن راتبك خمسة ألاف فما تشتري في هذا الشهر بعشرة فتجعل الحد الائتماني البطاقة منخفضا قريبا جدا من راتبك الذي تستطيع سدادها لأنك قد تشتري أكثر من راتبك فتكون حدها الائتماني مرتفع فحينئذ تعجز عن سدادها فتقع في الربا وحينئذ يكون الإشكاء إذن الربط يكون عن طريق البنك إما عن طريق الموقع أو تذهب للفرع وهم يربطونها مباشرة هذه الثلاث صور هي التي تجوز وما عداها لا يجوز نرجع للاستخدام الثاني وهو السحب عن طريق أجهزة الصراف لسمونها ايتئمة هذه نقول إن السحب منها لا يجوز إلا في حالة واحدة فقط وما عداها لا يجوز وهو إذا كانت مغطاتا غير المغطة لا يجوز حتى لو كان لا يحسب عليك فائدة هو في الحقيقة ستحسب عليك أجرة السحب بعض البلوك يقولنا أخذ 35 أو 25 ريال مبلغا مقطوعا بدلا من الفائدة على كل مبلغ يسحب فنقول لا يجوز لا فرق بين أن تأخذ منك نسبة من المبلغ وبين أن يأخذ منك مبلغ مقطوع فالنتيجة فيه ما سوى وبين العنف إذا أخذت بطاقة فاحرص على أن لا تسحب منها من نقاط البيع إلا أن تكون مغطاتا فالأمر فيها يقبل يعني الاجتهاد هذا ملخص الكلام في حكم البيع بالبطاقات فيه يعني هل يشترى بها الذهب مجمع الفق كان يقول لا ثم أفتو بعدها بالجواز أخونا يقول هل يصح قول أستغفر الله وأتوب إليه ذكرا لدبر الصلاة المكتوبة ما أدش مع ذكرا لكن العلماء يقولون إن حديث ثوبان وغيره أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الله أدى السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام يقولون هذا في المكتوبة فقط وأما النافلة فليس هذا الدعاء محلا لها وإنما هو يقال بعد الفريضة فإن كان يقصد المكتوبة لأجل ذلك وإن كان يقصد زيادة وأتوب إليه ما أعرفها موجودة في بعض الألفاظ لكن لو قالها من غير تعبد يعني قد يقال الأمر سهل ما حكم السجود على الكرسي الذي له طاولة للسجود هم يقولون أن السجود على هذه الطاولة ليس مشروعا ويستدلون على ذلك بحديث الرواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابر بن عبد الله لما وعك فكان جابر بن عبد الله يجعل وسادة يسجد عليها لأن لا يستطيع الهول السجود فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب يعني عصى فأبعد الوسادة وقال له أوم وهذه مبنية على أن الهيئة إذا سقطت أو أن الفعل إذا سقط سقطت جميع هيئات فحيث سقط السجود فلا يلزمك أن تضع الأعظم السبعة على ما جاوره الأرض أو بعضها حتى لو وضع اليدين ليس بلازم عنده يقول أشكل علي ما ذكره الفقه أن من تهقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث فيبقى على طهارته أليس الظن الغالب معتبر نقول أن من القواعد المشكلة وقلت أنها مشكلة لما ذكرها ابن اللحام ابن اللحام ذكر في القواعد الأصولية أن هذه يعني ما قال مشكلة نحن مشكلة قال أن تطبيقها تحتاج إلى تدقيق متى يقدم الأصل وهو اليقين ومتى يقدم الظن أعني بالظن غالبة وعلى العموم فمما ذكر فقهاؤنا أنه يقدم اليقين حيث وجد أصل يبنى عليه وإنما يعمل بالظن هذه من القواعدة ذكروها وإن كانت ليست مضطردة عموما وإنما يعمل بالظن حيث لا أصل وفي المسألة ذكرها أخونا هناك أصل متيقن وهو متيقن الطهارة فحيث غلب على ظنه الحدث لن التفت للظن فلا ينقل عن اليقين إلا بيقين وظن الغالب معتبر إذا لم يجد أصل يثبت به يقول ما هي ثمرة المعرفة بأن كذا حقيقة أو مجاز تكلمنا عنها أكثر من مرة وأن ثمرتها في تعظيم النص حيث قيل إنه حقيقة وبناء عليه فإن هذا دلالة اللفظ الصريحة عاره ونحن نقول طريقة المحدثين أنهم يحملون غالب الألفاظ على الحقائق حيث قيل بالمجازات وأما أهل التأويل فإنهم لما أثبتوا المجاز جعلوا الأغلب في الكلام مجاز والحقيقة قليل وهذا مخالف للمعاني العامة لكلام العرب والمعاني العامة كذلك في كلام الشارع فالأصل في كلام الشارع الحقيقة ولما تكلم بالقيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة على الطواغيت التي بنى عليها أهل البدعي اعتقادهم ذكر أن من هذه الطواغيت القول بالمجاز فأصبحوا القول بالمجاز يجعلونه شماعة يعلقون عليه كل ما يريدون من نفيه من الأحكام ولكن أقول الأصل الحقيقة وما تدعيتم به أنه مجاز ليس مجاز بل هو حقيقة فإنه يبقى على حقيقته ولا يكون مجازا وهذا مثمر ثمرة كبيرة جدا ووجه كونه هذه الثمرة أننا ضيقنا استخدام المجاز وجعلناه خلاف الأصل وهذا هو الاستعمال الصحيح الذي عليه علماء الآثر حيث يقيل بالمجاز ومن لم يقل بالمجاز فالنتيجة قد تكون يعني خلافة لفظية من جهة أنه يجعل دلالة اللفظ على معانيه كدلالة العام على أفراده وحيث نفي بعض معانيه فيكون كالتخصيص له ولكن نحن نقول إنه يبقى حقيقة وإن العام حقيقة وإن خصصت منه بعض أفراده نقف عند هذا الحد نكمل إن شاء الله أسبوع القادم صلى الله وسلم ونبارك 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة